موسيقى السلام عليكم يا هلا وسهلا فيكم الله يحييكم من جديد حلقة بداية الأسبوع من الراصد أسأل الله عز وجل أن يكون أسبوع خير وبركة على البلاد والعباد كالمعتاد معنا الليلة العديد من الموضوعات المهمة جدا لكن بكل تأكيد أنه الأهم هو تواصلكم الدهاء معنا عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر الآن على الشاشة نذكر أنه همومكم اهتماماتكم مشكلاتكم الطاولة الأنسب لها طاولة الراصد وبداية الحلقة الأهم العناوين السجن والغرامة المالية لمنتهك الصور الفوتوغرافية وأمير مكة المكرمة يطلق جائزة الإعلام الجديد أيضاً معنا الليلة في الراصد مهندسات الطائف عاطلات ينتظرنا رضا الشركات وأيضاً انطلاق مهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل يا أهلاً وسهلاً أولى الموضوعات لحلقة الليلة توعدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية منتهك الصور الفوتوغرافية الخاصة بغرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال أيضاً السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وحذرت الهيئة من استغلالي أو تعديل الصور الفوتوغرافية دون إذن كتابي من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف معتبرة الصور من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام النظام وأكدت الهيئة أن المادة الثانية والعشرين من النظام نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوموا بالتعدي على المصنفات المحمية للحديث بشكل أوسع عن الأنظمة والأحكام خصوصاً فيما يتعلق بالملكية الفكرية يسرنا أن يكون معنا هنا في الستوديو عضو الفريق التأسيسي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ سالم المطير أستاذ سالم مستك الله بالرضايا أهلا وسهلا بك مستك الله بالنور أهلا وسهلا بك أو شيء أستاذ سالم قبل ما نتحدث تحديداً عن المخالفات فيما يتعلق بنتهاك الحقوق الملكية الفكرية بالنسبة لصور الفوتوغرافية خلينا شوي نعرف بطبعاً الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأدوار وأيضاً المستهدفات نعم أشكرك طبعاً على الاستضافة الهيئة السعودية الملكية الفكرية جاءت نتاج رؤية المملكة عشرين ثلاثين لتنمية مجالات لتنمية مجالات التنمية من ضمنها طبعاً مجال الملكية الفكرية المملكة تحترم حقوق الملكية الفكرية منذ الهيئة لم يكن تأسس شيء جديد أو تبدأ شيء جديد المملكة تحترم الحقوق من أكثر من ثلاثين وثمانين سنة عند تسجيل أول علامة فارقة يمكن أن يذكرونها للمشاهدين لمنتج كبريت طبعاً استمرت الرحلة في احترام الملكية الفكرية إلى أن وصلنا إلى تعسيس الهيئة السعودية الملكية الفكرية لجمع مجالات الملكية الفكرية التي كانت متفرقة تحت عدة جهات حكومية مثلاً مكتب البراط السعودي كانت تحت مدينة الملكة عبدالعيز العلوم والتقنية أيضاً حقوق المؤلف كانت تحت وزارة الثقافة وإعلام سابقاً ووزارة الإعلام حالياً أيضاً العلامات التجارية كانت تحت وزارة التجارة والاستثمار جمعت كلها تحت الهيئة السعودية الملكية الفكرية والتي يرأس منس إدارتها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أيضاً يرأسها تنفيذياً سعاد الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم فنعم المملكة تحترم الحقوق من 85 سنة أو 82 سنة ما في شيء استجد جديد أو أن الهيئة قررت قرار جديد الصور الفوتوغرافية لكن جاءت شاملة الهيئة لكن قبل ما ندخل على الصور الفوتوغرافية تحديداً يمكن القول أن أي منتج مبتكر ابتكار فردي أو شخصي بمختلف الأشكال يمكن لو نعدلها وتصحح لي سواء كانت فيه نصوص كانت فيه صور كانت فيه منتجات كانت فيه علامات تجارية كانت فيه أبراءات اختراع أو أي أن يكون أي منتج مبتكر ابتكار فردي يصنف كملكية فكرية صحيح كلامك صحيح ما يخص الصور الفوتوغرافية أو ما تفضلت المصنفات الأدبية كلها تندرج تحت نظام حق المؤلف والذي صدر عام 1410 طبعاً نظام حق المؤلف يحمي المصنفات الأدبية بشامل أنواعها سواء السيناريوهات أو القصائد أو ما إلى آخره أيضاً الصور الفوتوغرافية تندرج تحت وتحمى لمدة 25 سنة من تاريخ النشر أيضاً تحمي برامج الحاسب الآلي البرمج الكودات تحمي كذلك الخرائط والحقوق المجاورة مثلاً الفنانين ومؤدون وما إلى آخره فالنظام يعني شامل فما في شيء جديد يعني قارة الهيئة لكن الوضع أصبح تنظيمي وأيضاً متخصص بشكل أكبر بالنسبة للهيئة صحيح اليوم الحديث عن غرامات على انتهاك الملكية الفكرية تصل إلى 250 الفريال سجن مدة لا تزيد على 6 أشهر هذه الغرامات متعلقة فقط بالتصنيفات الأدبية والتي هي متعلقة بانتهاك الملكية الفكرية بشكل شامل سنتعرف على المخالفات بشكل أوسع قبل أن ندخل ونتخص فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية نعم دعنا نتكلم عن أشكال المخالفات المخالفات طبعاً نبدأ في أخذ المصنف الأصلي واستخدامه بدون أخذ إذن من صاحب الحق هذا واحد الثاني أن التعديل على المصنف الأصلي مثلاً لنفرض في مجالة الصور لو أخذ أحد صوره وهو أخذ أيضاً الإذن بالاستخدام لكن عدل عليها شال التوقيع وما إلى آخره أو نسبها لنفسه فهنا هذه تعتبر مخالفة في مخالفات كثيرة مثلاً لنفرض المؤنفات الأدبية كذلك في مثلاً اقتباسات في مسألة اقتباسات تصل إلى نسبة عالية يكون فيه مخالفة وفيه ضوابط وفيه أشياء للمخالفات محددة لعالية الاقتباس نعم فيه نسبة معينة للاقتباس ومع ذكر المصدر في المجالات متشتتة وكبيرة لمصنفات المحمية تحت نظام حق المؤلف أيضاً من ضمنها البرمجة البرمجة فيه مثلاً برمجة التطبيقات الجوال للبرمجة التطبيق أو برمجة أي برامج حاسب علي محمية كذلك اليوم حماية الملكية الفكرية هل يكفي التوثيق الذاتي يعني أنه أن أنزلها في موقع أكتروني أحتفظ بتاريخ النشر كأول من وثقها ولا لا أحتاجني أوثقها بشكل إداري ورسمي بالنسبة للهيئة نعم أما فيما يخص يعني ما عند رجل تحت نظام حق المؤلف ومن ضمنها الصور الفوتوغرافية هو الحاسب الآلي ومصنفات الأدبية لا يحتاج لأي إجراء صاحب الحق لا يحتاج لأي إجراء لحمايته بل هو محمي مباشرة من تاريخ نشرة فمثلاً لنفرض الصور الفوتوغرافية من تاريخ التقاط الصورة طبعاً من البيانات اللي يأخذوا من بيانات الكاميرا اللي موجودة في الصورة الأصلية الخام تبدأ لمدة الحماية طبعاً لمدة الحماية 25 سنة للصور الفوتوغرافية لكن في أشياء فنية يحتاج صاحب الحق أنه يعملها عشان يحمي حقه يعني مثلاً احتفاظ بالصورة الخام والصورة الأصل بحيث أنه في حالة الانتهاك لا سمح الله يثبت أنه صاحب هو المالك للصورة نفسها التغريد في مواقع التواصل النشر على مواقع الإلكترونية أيضاً من ضمن موجبات الحماية للملكية الفكرية خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص أنه يتم توثيقها من وقت النشر نعم دعونا نرجع للصورة الصورة كذلك فيها أشياء تقنية يعني ممكن تحمي صاحب الصورة أكثر أنه مثلاً لو ينشرها في حسابه في تويتر فقط لإثبات أنه هو صاحب الصورة الأصل أو يرسلها بالإيميل الزميل فقط لإثبات الصورة أيضاً مثلما تفضلت النصوص الأدبية كذلك النصوص الأدبية نفس الموضوع لكن تختلف في مدة حمايتها النصوص الأدبية حمايتها مدة حياة المؤلف زائد خمسين سنة بعد مماتها بعد مماتها نعم هذا يتعلق بالأنظمة الدقيقة ولكن النشر في أي منصة يعتبر من أدوات التوثيق لحماية الحقوق الفكرية دعونا نرجع قليلاً للصور فيما يتعلق بالغرمات والمخالفات نريد أن نتعرف على بعض الأشكال الاعتداء يمكن أن تذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بالتعديلات على الصور وإستخدامها وأيضاً نسبتها للفرد الحديث أن هناك أيضاً بعض التشوهات فيما يتعلق بمفهومية والوعي بالملكية الفكرية كثير من الصحف كثير من المؤسسات تلقى صور على جوجل تستخدمها أحياناً قد يكون هذا الأمر حتى بالنسبة للأفراد من جهل بالأنظمة فبالتالي يكون هناك تداول كبير للصور لو أتعرف على هذه الأشكال وهل هي فعلاً تدخل ضمن نطاق المخالفات فيما يتعلق بالحقوق الملكية الفكرية؟ صحيح مثلاً نفرض أنه مثل ما تفضلت شخصي أخذ صورة أصل وعدل عليها تعديلات حتى بغض النظر عن حق صاحب الحق شوها الصورة يعني على مثل ما يقولون يعني عدل عليها ودخلها في تصاميم أخرى يعني بزيادة على أنه انتهك حق المؤلف يعني شوها الصورة فقد تروحها يعني ونشرها واستخدمها ولا أخفيك يعني الآن مع التواصل الاجتماعي ومع سناب شات وولاية آخرى يعني يأخذوا الصور وركبوا عليها مقاطع وركبوا عليها فيشة وهنا الصورة التي التقطها مصور بروح للصورة نفسها في تاريخ ووقت الالتقاط وزاوية الالتقاط كلها تروح في مسألة التشويه هذا أيضا في بعضهم يأخذها ببساطة يعني يشيل التوقيع ويستخدمها فيعني فيه 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 صور الشخصية تدخل ضمن ذلك النطاق الصور الشخصية طبعا صور الأشخاص فيها حقين فيها حق المصور وحق الشخص الذي ظهر في الصورة طبعا الشخص الذي ظهر في الصورة هو له حق أنه طبعا ينشرها بدون الرجوع لصاحب الحق لأن الصورة هذه تمثل إذا أنت تقصد الصور الشخصية مثلا في حسابات التويتر في حسابات موقع التواصل الاجتماعي يكون نشرها الفرد يعني أن يكون يأخذها شخص ثاني ويداولها بشكل كبير يعني ممتاز بس هل هي صورة شخصية؟ هي صورة شخصية صورة شخصية نعم صورة شخصية طبعا محمية في موجة بالنظام هذا يدخل فيها حقين حق المصور وحق صورة الشخصية وقد تدخل في أنظمة أخرى ممكن نظام النشر الكتوروني أو جرام معلوماتية متفضلت أيضا الحديث عن الاستخدامات المؤسساتية فيما يتعلق بالصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف مثلا بعض الحوادث يكون هناك في توثيق من قبل مغردين أو ناشرين وبالتالي بعض المؤسسات تتناقل هذه الصور هذه من المخالفات لأحكام نظام الملكية الفكرية؟ نعم هذه من المخالفات لكن في بعضها مستثنان من الحماية مثلا الصور الصور اللي وقعت لحدث عام مثلا نعم لحدث عام أو لأشخاص شخصيات يعني مثلا ذو شهرة عامة هذه استثناها النظام لكن في بعض الصور يعني كتوثيق يعني وثقة صاحب الحق هذا يحتفظ الأصل أنه يحتفظ بحقه وفي حالة الانتهاك طبعا يتقدم بدعوة لدى الجهة القضائية ويعني يصد القرار بالإنصافه يعني أيش الأجراءات القانونية الفردية للمبترض يتخذها سواء الناشر أو ملتقط الصورة حتى يكون هناك ضمانة وفق الإجراءات وأيضا الأنظمة وأنه الأمر قانوني نعم طبعا في حالة الانتهاك يتقدم صاحب الحق لدى الجهة القضائية وهي الآن الهيئة السعودية الملكية الفكرية يتقدم ويقدم الإثباتات المطلوبة من ضمن الإثباتات لنفرض في مسألة الصور يتقدم بالصورة الأصلية الخام من الكاميرا أيضا في إثبات الانتهاك مثلا صورة حساب المنتهك أو صورة المنتهكة يعني في التعديل أو ما إلى آخره يتقدم طبعا بالأصالة أو بالوكالة الشرعية إذا كان وكيل للهيئة السعودية الملكية الفكرية تدرس لدى الهيئة ويصدر فيها من لجنة النظر في مخالفات نظام حق المؤلف حكم ويلفذ الحكم كم تأخذ وقت هذه الإجراءات؟ يعني ما فيه وقت محدد لكنه طبعا على استجابة استجابة المدع عليه وأخذ أقوال وإكتمال التحقيقات تعرف المسألة القضائية تأخذ وقت لكن الهيئة السعودية الملكية الفكرية الآن تحاول تأتمت العديد من الإجراءات في هذا المسار وتحاول تسهل الأمور إن شاء الله لأصحاب الحقوق يعني يأخذ حقوقهم بأس صراح طريقة لأنه فعلا العامل الزمني مهم طيب فيما يتعلق بالمخالفات إذا والله يثبت أن هناك انتهاك للملكية الفكرية نعم نص النظام في المادة منذ ما تفضلت المادة 22 على عدة عقوبات نعم من ضمنها الإنذار الغرامة المالية تصل إلى 250 ألف ريال السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إغلاق المنشأة لو كان المدة عليه منشأة لمدة لا تزيد عن شهرين أيضا ممكن يعني إذا تكرت العقوبة ورأت الجهة القضائية تغليض العقوبة نعم ممكن أن تضاعف تضاعف الحكم يعني مثلا الغرامة المالية قد تصل إلى 500 ألف ريال إذا رأت الجهة القضائية وتحكم بأحد هذه الغرامات أو اثنين أو أكثر هذه الغرامات تذهب لمن وهل للمدعي أيضا نصيب منها نعم صحيح العقوبات التي ذكرتها هذه تخص الحق العام نعم أما للصاحب الحق الخاص لها تعويض بما يتوازى مع الضرر وتقدر الجهة القضائية وأيضا له حق أنه تزال الانتهاك يحكم بإزالة الانتهاك نعم جيد يعني توجد وثابت هذه المخالفات ولكن هناك حق أخاص يتم تقديرها على حسب الضرر صحيح من الإزالة وحتى المبالغ المالية مفتوحة على حجم الضرر مفتوحة نعم على حجم الضرر بدون حد بدون سوق كلمة أخيرة أشكر لكم من الاستضافة ونعم الهيئة السعودية المكيفكرية جاءت لدعم هذه الفئة المصورين أيضا ليس المصورين الوحدهم بل مثلا نفس الطريقة للمصممين مصممين الفوتوشوب أو برامج التصميم أو ما يلاقنا فالهيئة الآن تعمل على العديد من المشاريع لتسهيل الإجراءات من ضمنها مثلما تفضلت إجراءات القضائية ويعني رجع الحقوق لأصحابها وتهيئة البيئة للابتكار وتحفيز المبدعين جيد وخيرا على العجالة بس للتذكير الأهم أن يكون موثق هذا التعاون أو التبادل فيما يتعلق بالملكية الفكرية من خلال طبعا خطيا أو كتابيا صحيح شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في الأستوديو عضو الفريق التأسيسي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ سالم المطير شكرا جزيلا لك أعلن مستشار خدم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خلد الفيصل عن إطلاق جائزة الإعلام الجديد تحت مسمى جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في أربعة أفرع هي الفيلم القصير والصورة والتغريدة والسناب شات بقيمة نصف مليون ريال جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد تتيح الفرصة للمبدعين في شتى مجالات الإعلام الجديد من وسائل تواصل اجتماعي وتصوير فوتوغرافي وأفلام قصيرة لإثراء المحتوى الرقمي وعكس جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبر جائزة الإمارة للإعلام الجديد فروع الجائزة أفضل تغطية سناب شات فريدة أفضل فيلم قصير لا تزيد مدته عن دقيقتين أفضل صورة معبرة أفضل تغريدة إبداعية وبجوائز تصل إلى نصف مليون ريال للحديث بشكل أوسع عن هذه الجائزة وأيضا المتوقع حاول مخرجات هذه الجائزة سعيدني أنا أرحب بداية في الستوديو بالدكتور سعيد العامودي وهو باحث في الإعلام الإبداعي حياك الله يا دكتور أهلا وسهلا سعيد بكم الله يحييك يا دكتور دكتور يعني هذا الإعلان عن جائزة بمسمى جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد الحديث عن الفيلم الصورة تغريدة سناب شات رأيك في إيجاد هذا النوع من الجوائز خصوصا من جهات كإمارة منطقة مكة المكرمة فيما يتعلق بالإعلام الجديد شكرا لكم عودنا لمستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمون ملكي أمي خادر فيصل بالقفزات دائما في مبادراته وهذه المبادرة أعتقد أنها قفزة جدا تساعد على توثيق المشاهد والقصص الجميلة الموجودة في موسم الحج وأيضا أتطلع أن تكون أيضا في موسم رمضان والموسم الأخرى لرصد الجوانب الرائعة التي يعيشها الحجاج القصص الجميلة التي لا تروى في الإعلام التقليدي الإعلام التقليدي يروي قصص واضحة الجميع تتحرك فيها ولكن الإعلام الجديد يساعد على اقتناص اللحظات الجميلة اللحظات التي ربما تكون إنسانية أكثر وهنا صاحب السمون ملكي الأمير خالد شجع لا يكون هناك إبداع لا نريد الصورة التقليدية الصورة التقليدية قد يرويها كل شخص ولكن الإعلام الجديد هي كأن صحيفة المواطن صحيفة الشخص الذي لم يمر بكليات الإعلام لم يدرس ثقافة الصورة الجميلة والمحتوى المميز فالتالي أعتقد أنها يعني الآنية واللحظة التي ربما خصاص العالم الجديد ربما هي تكون العنصر الأهم في هذا الجائز طيب ينضم إلينا من أستوديوهاتنا في جدة المستشار والمشرف العام على العلاقات والإعلام بأمارة نطقة المكة المكرمة الأستاذ سلطان الدوسري أستاذ سلطان مساء الخير نريد أن نتعرف على هذه المسابقة مساء النور بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء شكرا للاستضافة وعلى تصريتكم الضوء على مثل هذه الجائزة المهمة الحقيقة طبعا جهود حكومة خادم الحرامين الشريفين في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج كبيرة جدا والحقيقة أنه سمو الأمير خاد الفيصل وارفع للشكر ولسمو نائب الأمير بدل بن سلطان على اهتمامه ودعمهم لمثل هذه الجوائز هناك لقطات كثيرة تحدث في كل موسم حج وأيضا هناك جهود كبيرة من الإعلاميين سواء المعروفين أو الغير معروفين نرى صور تنتشر لأشخاص غير معروفين وتتداولها كل وسائل الإعلام العالمية وبالتالي جاءت أهمية هذه الجائزة أن الإعلام الجديد هو ينقل كل الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وأيضا التي تجاوزت حدود العمل التقليدي إلى الإبداع في كل عام نرى صور معبرة من الحج لرجال الأمن للعاملين في الحج من مختلف القطاعات والجهات أيضا من المتطوعين للأسف أن الإعلام التقليدي زي ما ذكرت الدكتور أنه ليس كل إعلام التقليدي ممكن يجيب كل اللحظات الجميلة هذه فدائما ما نجد أن الإعلام الجديد بوسائل المختلفة هو من ينقل هذه الصورة جيد في كل عام الحقيقة إمارة منطقة مكة المكرمة اهتمت بالإعلام الجديد من زمان يعني يمكن نحن من أول الجهات الحكومية التي وضعت لها قدم في مواقع التواصل الاجتماعي لأهميتها وأهمية وصول الرسالة من خلالها أسرع من أي وسائل تقليدية أخرى لذلك العام الماضي كان فيه جهود كبيرة من الإعلاميين في مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال قصص السناب شات أو من خلال التغريدات أو الصور أو غيرها أو حتى الأفلام القصيرة العام الماضي الحقيقة الأمير خاد الفيصل كرم المشاهير بأنه استقبلهم في ميناء في أيام الحج وقدم لهم الشكر ووعدهم بالدعم الكامل لتقديم الصورة الحقيقية ودائما نركز على الحقيقية لأننا لا نريد من هذه الجائزة يعني أن يأتي إعلامي أو آخر يعني يعتقد أننا نريد التطبيل لا نريد نقل الحقيقة فقط التي تدور في الحج من السعوديين من الشباب السعودي المتطوع من الجهات الحكومية من الرجال الأمن من كل المواقع والمواقف التي تحدث في الحج والتي ترفع الرأس جي أعود إليك دكتور يعني الحديث عن جهود موجودة ولكن الآن يأتي التقدير بإيجاد جائزة هل يمكن القول أن هذا التقدير وفي نفس الوقت أيضا خلق بيئة احترافية في مواقع التواصل الاجتماعي دعم هذه المنتجات التي قدموها كثير من الشباب خصوصا في موسم الحج لأننا نتحدث عن موسم يقدم ويعمل فيه بشكل مثالي فبالتالي يوجد بيئة يمكن التقاطها وأيضا تقديمها وكما ذكر أيضا كبشير الأستاذ سلطان أن هذه الصور هذه المنشورات تتناقل عبر وسائل الإعلام العالمية لجودتها فاليوم نتحدث عن تحفيز ونتحدث عن تقدير وعظيم كلامك الذي ذكرته هوهر فعلا أنا أخلق البيئة الجميلة سنوات سابقة كانت مليئة بالإنجازات وهذا ليس تطبيلا أو مبالغة الواقع يفرض نفسه ثلاثة مليون إنسان من مئة وثمانين دولة مختلفين في العراق مختلفين في الثقافات باللغات يجتمعون في مكان واحد وتحركون معا في وقت واحد يختلف عن كبرى المناسبات العالمية هذا العمل لم يوثق خلال السنوات السابقة بالتوثيق المناسب الذي يسوق للمملكة عالميا يسوق لهذه الجهود يعني دول العالم تتنافس على استضافة المناسبات العالمية المختلفة الثقافية والرياضية وغيرها حتى تعطي صورة إيجابية للدولة المملكة كانت تصرف الملايين والمليارات وجهود عظيمة مئة ألف رجل أمن من كافة قطاعات العسكرية والأمنية يشاركون هذا رقم كبير غير الموظفين والموظفات في القطاعات المختلفة لم يوثق هذا العمل فبالتالي أنا أعتقد هي فرصة عظيمة لزيادة المحتوى السعودي والعربي في الشبكة العنكبوتية أو في تويتر ونصات المختلفة أيضا أنا أتمنى على الجائزة أن تفتح أكثر على كل اللغات ليس السعوديين فقط كل من أتى إلى مكة المكرمة موهية أن يشارك فيها المسابقة أتمنى أن تكون ليست اللغة العربية اللغة العربية نحن فقط سنقرأها أو العرب أتمنى أن تكون المسابقة للجميع كل شخص حج سيحج هذا العام يشارك المسابقة وأيضا يمدد وقت التسليم مسابقة لنهاية الحج لأن أعتقد وقت التسليم إلى 11 ذو الحجة لم تنتهي مناسك الحج تماما أقترح أن تنتهي تماما حتى نتعرف على التفاصيل خصوصا أن هذه المطالبة بأن تتحول هذه الجائزة من المحلية لأن تكون دولية خصوصا في المفضاء الواسع للإعلام الجديد لكن في نقطة تذكرتها مهمة دكتور سعيد ويمكن أكد عليها الأستاذ سلطان حول آنيات أو حدثية وسال الإعلام الجديد يعني نتحدث عن صور تلتقط أيضا تنشر بعفوية تكون هذه الصورة هي صورة ربما صورة الموسم للأدوار العظيمة التي يقوم بها رجال الآمن أو حتى المتطوعين في الحج المشاعر النبيلة وأيضا الوقفات الإنسانية اللي دائما ما تبرز في هذا الموسم باعتقادك دكتور يعني أنه بتكون المنافسة عالية جدا في مواقع التواصل الاجتماعي ونتحدث عن هذه القيمة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي أنا أتمنى أن نشارك كل شخص الصغار والكبار الرجال والنساء في هذه المسابقة لا أدعو المحترفين المحترفين ربما ستأتي لقطاتهم فيها نوع من المبالغة في استخدام المؤثرات الموجودة في أجهزة المختلفة كل ما كانت اللقطة أفوية من شخص هو يعتبر شخص عادي ولكن يملك وسيط إعلام متنقلة اللي هي الجوال هنا ستكون أصدق وأجمل وربما الكلمات أو المحتوى اللي سيكتب في تويتر أو في أي منصة أخرى قد يكون صادق معبر جدا بيت شعري أو كلمات بوزن معين صادقة في الوصف المشهد أعتقد ستكون أقوى من ساعات طويلة من البث قد تكون مملة للناس أنا أتذكر العام الماضي أو قبل العام كانت مجموعة لقطات نعم أنتجت إنتاجاً احترافياً كانت عظيمة جداً تشرت في كل مكان حتى أصبحت قلفيات للجوال لأنها كانت تعبر تعبير يعني صورة الباصات وهي واقفة بشكل معين بألوان متعددة مضلات اللي كانت في الحرم الشخص المرأة اللي كانت تضلل زوجها صارت عالمية صورة طبعاً ليش؟ لأن هناك مصور ذكي مبدع تقطع بزاوية معينة وعبر عنها بعبارة معينة جيد أعود إليك أستاذ سلطان نريد أن أتعرف على الشكل الفني للجائزة عن ألية المشاركة كيفية وما هي بس ودي أعرج على كلامكم قبل شوي أنه يعني إحنا ما أعلننا أنه المسابقة محلية هو كل شخص ممكن يعني متواجد في المشاركة المقدسة أو حتى في الدول التي يقدم إلينا منها الحجاج من خلال مشروع طريق مكة على سبيل المثال ممكن يشارك جيد إحنا وضعنا إيميل للمشاركة ومنشور ومعروف كل شخص في مجال الصورة أو التغريدة أو الفيلم القصير أو سناب شات استطيع أن يرسل على العنوان بكل اللغات؟ بكل اللغات طبعاً باللغة العربية في الفيلم القصير وفي السناب شات نتكلم يعني على سبيل المثال إذا بأنتج فيلم لازم يكون باللغتين إذا كان بلغة أخرى لازم يكون باللغتين اللغة العربية والإنجليزية من المملكة باللغة العربية فقط يعني من داخل المملكة والمشاعر المقدسة سواء العرب أو السعودين يقدمونها باللغة العربية جيد عطينا أستاذ سلطان التفاصيل حول الجائزة عن آلية المشاركة كيف ستكون أيضاً ما هي محتوى المشاركة كيف سينظر أيضاً للأعمال المستقبلة فضل طبعاً زي ما ذكرت لك أنه وضعنا إيميل للاستقبال المشاركات أيضاً وضعنا هاشتاغ معين ومنشور ومعروف للمشاركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هناك لجنة شكلت لتحديد وتقييم المشاركات أول بأول يعني الحمد لله لنا أسبوع تقريباً أكثر من ثلاثمائة مشاركة حتى الآن من مواقع مختلفة من دخول الحجاج في المطار تغريدات أرسلت لنا صور طبعاً هناك زي ما ذكرت لك نجنة رح تحدد وتقيم إن شاء الله ورح يفرز تفرز المسابقة والمشاركات ويختار الشخص المناسب يوم 13 إن شاء الله ذو الحج أنا أتفق مع الدكتور أنه بعد 13 لا زال الحج يعني شغلال ولكن لأن الجائزة يعني كان الإعداد لها متأخر في هذا العام نعم وأيضاً وجدنا من خلال استفتاء بسيط لبعض المعروفين في مواقع التواصل الاجتماعي بأن التكريم يكون يوم في يوم المؤتمر الصحفي يسمى أمير منطقة مكة المكرمة الختامي في نهاية الحج وأعتقد أنه هذه قيمة مضافة إلى النصف مليون بل أفضل من النصف مليون عند من يرغب في الحصول على مثل هذه الجائزة جيد آخر موعد للتقديم يوم 11 إن شاء الله 11 أرض الحجة جيد يعني الحديث عن هذه الجائزة التقدير الإشراف المباشر من أمير منطقة مكة المكرمة من أمير خالد الفيصل أيضاً المبالغ المالية هذه أيضاً من الأمور المحفزة دكتور بشكل كبير يمكن القول عن كيفية تطوير الإعلام الجديد أن هذه إحدى الطرق من ناحية اهتمام الجهات الرسمية والمسؤولة خصوصاً في المواسم المشرف عليها بشكل كبير بالتحفيز بشكل جوائز أو حتى إعطاء أهمية كبيرة يعني يتحدث أن الأمير خالد الفيصل هو من سيكرم بشكل مباشر للفائزين بهذه الجائزة العام الماضي عندنا مستقبل صاحب سمو المالك الأمير خالد مشاهير السوشال ميديا أو الإعلام الجديد هذا الاستقبال والكلمات الجميلة التي عبر فيها عن امتنانه التي تغطيتهم أعتقد أن هذا تكريم عظيم الامتنان والتقدير والاحتفاء أعتقد هو أكبر كثيراً من الجائزة كيف ولو أضيف لها المبلغ المالي سيكون هناك حماس عظيم من الناس جميعاً عملية التقدير داخل بيئة الإعلام الجديد سيكون حافز كبير جداً لكل الناس يعني المهمشين الآن لهم أشعر اللي لم يخرج في أي وسيلة إعلامية من قبل لم يقدروا أحد بإعادة تدوير في التغريدات أعتقد هذه الفرصة العظيمة أن يتحول من الذي لا يأبى له أحد في عمله الإبداعي داخل الإعلام الجديد سيتحول إلى جانب التقدير يعني لا تكفي فقط الشهرة في مواقع التواصل و كلها تحقق جوائز إنما يتحت مساحة للجميع هذا المتعة الكبيرة أنه إعلام المهمشين الإعلام الجديد هو إعلام المهمشين شخص مهمش في لحظة معينة التقد صورة كتب تغريدات تحول إلى شخص آخر أخيراً أعود إليك أستاذ سلطان نبغى نتحدث عن القيمة المادية كيف ستقسم على الجوائز وأيضاً على أعداد المتنافسين ذكرت أنه حتى الآن 300 كم في عدد متوقع تتصورون و قد يصل إليه المشاركات والله إحنا نتوقع بالآلاف توصل المشاركات أكيد لكن تتعرف أنه الآن يعني تونى في بداية الموسم سنة توقع كل ما تقدم الوقت كل ما زالت المشاركات بشكل كبير المهم الذي أذكره أنه الإعلام الجائزة ممكن أن مشاهير السوشال ميديا يحصلون عليها أو حتى المؤسسات يعني دائماً ما نجد أنه في بعض المواقع المواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصحفية أو غيرها تواجد و يكون لها تميز في بعض السنوات هذه ممكن إن شاء الله مفتوحة للجميع الكل بإمكان المشاركة هذا سيحفز أيضاً ممكن الأعمال الصحفية و المؤسسات الصحفية و غيرها لا يوجد شك خاصة وأنه يعني فترة الأخيرة المؤسسات الصحفية ورقياً بدأت تنتهي يعني صارت واضحة يعني فأحنا نحفز و نشجع كل من يعمل في مواقع التواصل الشماء أو على المواقع الإلكترونية أخيراً الجائزة كيف ستقسم أستاذ سلطان؟ الجائزة يا 500 ألف ريال راح تكون مقسمة على طبعاً ذكرنا أنه في أربعة فروع كل فرع في أول و ثاني و التقسيم حقاً الأول و الثاني طبعاً التغريدة ستكون الأقل لأن الجهد فيها قليل جداً و يكون الأعلى للفيلم القصير و قصص السناب شات و الصور تذكر ليها بشكل سريع؟ والله ما تحضرني الآن لكن اللي أعرف أنه أعلى رقم 130 ألف هذا أعلى رقم فيما يتعلق بالجوائز؟ للجوائز للأول في الفيلم القصير التقسيمات الأخرى مختلفة ولكن ما ودي أذكر رقم يعني ما نمتأكد منه كثير كل شكر لجميع العاملين في أمارة منطقة مكة المكرمة شكر بالأخص للأمير خالد الفيصل هذا الأمير النشيط الداعم المحفز بكل التأكيد نتمنى لكم التوفيق في هذه الجائزة كنت ضيفنا من السجداتنا في جد المستشار والمشرف العام على العلاقات والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ سلطان الدوسري إليك الدكتور سعيد يعني 30 ثانية كلمة أخيرة أنا أتمنى بس من كافة مشاركين أن يبتعدوا عن الرتابة في اللقاءات التي تغطي فيها المسابقة وأعتقدها لفرصة عظيمة لكافة المبدعين والمبدعات الدكتور سعيد العمودي الباحث في الإعلام الإبداعي شكرا جزيلا لحضورك وإيضا لحديثك شكرا لك حبيبا شكرا لك تحت رعاية أمير منطقة الجو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز انطلق في محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف مهرجان الفاكهة بنسخة الأولى والذي يعد من أهم المهرجانات بالمنطقة حيث تشتهر هذه المنطقة بالمنتجات الزراعية والتي من أهمها الفواكه كما تتصدر منطقة بسيطة الزراعية الواقعة بمحافظة طبرجل المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي ما يجعله واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي خلونا نشوف هذا التقرير تشجيعا للمزارعين وإبرازا لإنتاج الفواكه بمحافظة طبرجل شمال المملكة انطلق مهرجان الفاكهة والذي يقيم في المركز الحضاري بمحافظة طبرجل ويضم المهرجان الذي يستمر خمسة أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع من الأطفال والنساء والشباب انطلقت فعاليات مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل برعاية أمير منطقة الجوب بعد أن تمت الموافقة على إقامة هذا المهرجان تضافرت الجهود لدينا في المهرجان العديد من الاستهدافات لكافة شرائح المجتمع وأولها المزارعين لدينا أكثر من 20 فعالية فيها ترفيهية وثقافية واجتماعية لدينا ثلاث معارض داخل هذا الكرنفال معرض الفاكهة وهو المتخصص في هذا الجانب من المهرجان وأيضا معرض الإدارات الحكومية ومعرض الثقافة والفنون أهم أهداف هذا المهرجان تسويق المنتج إذا معلمنا أن هناك أكثر من مليون شجرة للفاكهة وكذلك أكثر من 15 ألف بين مشروع زراعي ومزرعة سارع المزارعون في عرض العديد من أنواع الفواكه وبيعها داخل المهرجان الذي وجد إقبالا كبيرا من محبي شراء الفواكه ليصبح منفذا تسويقيا يوفر فرصا استثمارية لأهالي محافظة طبرج هذا أنتاجنا الحمد لله كمزارع وفواكه وما فواكه السنة هذه الحمد لله كبداية للمهرجان بداية كبيرة وعلي توجه من الناس كثير وزوار للمهرجان كبير من خافضات المنطقة الآن بدايته إن شاء الله قوية وهو لسه مولود فالحمد لله لعنديك أكثر من 30 مزارع في بعض مزارعين أنا ما لقى مكان لضيق المكان لكن إن شاء الله هذه السنة الجاية والذي يكون مهرجان الزيتون تكون صالة إن شاء الله كبيرة جيت من محافظة القريات تبعد حوالي 150 كيلو فعلا انتفاجأت بعض المنتجات ما توقع أنها تنزل بالمنطقة هنا ما شاء الله غنية وتعتبر سلة غذاء المملكة وشفت شيء حقيقة شكرا سمو الأمير حقيقة شكرا الأمير منطقة الجوف على إتاحة مثل الفرصة هذه للمهرجان اللي حقيقة شيء يشرف وشير فعلا بعد انطلاق مهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل بجملة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتسويقية أصبح خيارا مهما لأهالي محافظة طبرجل والمناطق المجاورة نايف الفندي محافظة طبرجل وإلى الموضوع الأخير حيث ارتفع عدد المهندسات الجامعيات العاطلات في الطائف إلى أكثر من 120 مهندسة في تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والتصميم وهندسة الديكور طبقا لإحصائيات اطلعت عليها عكاظ في قاعدة البيانات التي خصصتها لجنة مقاولي الطائف في هذا الشأن وقالت بعض المهندسات أنهن خريجيات جامعيات عاطلات ومنهن من أنضت سنوات في العطالة وطلبت المتحدثة بضرورة إلزام شركات ومؤسسات المقاولات بإحلالهن بدل الأجانب الذين يسيطرون على مكاتب الهندسة خصوصا بعدما كشفت وظيفة مهندسة تم الإعلان عنها أخيرا عن عشرات المهندسات السعوديات العاطلات والمعاناة الكبيرة التي واجهت الخريجيات الخريجيات عفوا وعاصفت بأحلامهن لسنوات طويلة برغم قدرتهن على الهندسة المعمارية والمدنية وأعمال الديكور للحديث بشكل أوسع عن هذه القضية هذا الموضوع بالتحديد حول عطالة المهندسات في الطائف والحديث عن وجود مهندسين في أكثر من 100 أو عفوا العدد المتعلق بمكاتب الهندسة الموجودة 1600 مكتب هندسة موجودة في الطائف يسر أني أرحب بضيوفي لنقاش هذه القضية بداية الأستاذ عبد العزيز أثبيتي رئيس لجلة المقاولين في الطائف حياك الله أستاذ عبد العزيز أيضا كما أرحب بالأستاذ حسن بن سعد الله أثبيتي وأنت نائب رئيس اللجنة العقرية ولجنة التثمين بالطائف حياك الله الله يبارك فيك وينضم إلينا هاتفيا لأستاذ عبد الكريم الديابي مدير مكتب جريدة عكاة بالطائف وأيضا محرر الخبر أستاذ عبد الكريم حياك الله مرحبا أخوة لله الله يحييك يعني نبغى المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وجود 120 مهندسة عاطلة في رقم الحديث عن أكثر من 1600 مؤسسة مقاولات مسجلة في بيانات الغرفة التجارية أعطينا التفاصيل أهلا بك أخي عبد العزيز حييك وحيي بالضيوفي الكريم في الفيديو الله يحييك البداية على قولاتهم يقول كل حركة فيها بركة يعني لجنة المقاولين في الطائف أعلنوا عن احتياج وظيفة وظيفة مهندسة فقط نعم تفاجأوا بعشرات العاطلين من صح التعذير والعاطلات أيضا يبحثون عن هذا الضوء الذي شع لهم في آخر النفط المشكلة كشفت عن عدم عن تجاهل قطاع المقاولات سواء المؤسسات أو المكاتب الهندسية عن توظيف السعوديين والسعوديات يعني هم أبدوا أن نتواصلنا مع متضررين ومتضررات أن المكاتب متجاهلة توظيف السعوديين والسعوديات في مشاريع كبيرة مشاريع مثلا لوزارة الإسكان لجهات كبيرة في الطائف تعتمد بشكل أو بآخر على العمالة الأجنبية جيد والأعداد فيما يتعلق بالعاطلات من المهندسات أيضا العاطلين يعني مكتوب في الخبر مئة وعشرين هذا اللي أحصيته من خلال هذا عالي اللجنة اللجنة المقاولين في الطائف أعلنت عن احتياج وظيفة وحدة بعدين شافوا أن العدد متزايد بالعشرات فشك وضعوا قاعدة بيانات مشكورين يعني للتكسير للتوظيف أو شيء كذا أنا اطلعت شخصيا على القائمة على قاعدة البيانات يعني في خلال يومين أو ثلاثة أيام تصاعد العدد اللي الباحثين عن وظائف إلى مئة وعشرين وصل إلى مئة وخمسين خليك معنا يا عبد الكريم أستاذ عبد العزيز في بيتي رئيس لجهة مقاولين في الطائف أعود بالترحيب بك الحديث عن الواقع فيما يتعلق بسوق المقاولات في الطائف عن مدى وجود السعوديين السعوديات من يشغل هذه الوظائف بسم الله الرحمن الرحيم الواقع أن شغل هذا الوظائف في سوق المقاولات قد يكون السيطرة عليه للأسف وبكل أسف وهذا ما دفعنا لتبني موضوع السعودة لهذا المجال الواقع أن الوافد هو الذي يتحكم في سوق المقاولات للأسف نحن نخترع عدم الكفاءة والخبرة نضع الخبرة عقبة أمام شبابنا أمام مهندساتنا أمام مصمماتنا قررنا نحن وبدعم من سعادة الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف ورئيس الورف السعودية أن نتبنى موضوع الشباب السعودي العاطل عن العمل لماذا وكيف يوجد لدينا 2500 بناء على بيانات نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين 2500 إلى 3000 مهندس سعودي عاطل ويوجد لدينا 2600 مكتب هندسي مسجد لو قام كل مكتب هندسي بتوظيف واحد فقط لا غير حلة المشكلة المشكلة إذا فعلا ما رح يكون في توظيف طيب أرجع لك على هذه المبادرة بس خلينا نروح لللي قلت السبب الأول اللي هي خليك والتشكيك اللي أنا أشعر أنه ما له مبرر والبحث عن خبرة لأن تنصل إلى جودة أستاذ حسن برأيك وتقييمك لسوق المقاولات والعقارات هل فعلا الجودة مرتفعة جدا هل فعلا من يعملون من الأجانب في هذه الشركات 1600 في الطايف وصلوا إلى مرحلة عالية من الخبرة والجودة بناء على المخرجات الموجودة في السوق لا طبعا أبدا أبدا ما أوصل الجودة عمالة كلهم يجوا من ناقم وهم دربين لا أنا أريد أن تكلم عن عمالة لأنه كثير قطاع المقاولات يقول لك أنه أغلب الوظائف في العمالة لا أتحدث عن الوظائف الهندسية الوظائف الهندسية اختصاص المكاتب الهندسية أساسها لو راجعت معنا أنه ينشئ لك تصميم معماري مميز ومسؤول عن تصميم هذا من بداية إلى نهاية ولكن الآن يتجه المكتب الهندسي يصمم لك أي تصميم ويعطيك خرايط عشية تنفذها حتى الخرايط يتقدم إلى البلديات الآن المكتب الهندسي ينشئ لك مخطط مخطط طبق المواصفات عساس تمشي رخصة البلدية ومخطط ثاني إيشاي عساس أن يتطبق عليه المبنى حقه بغض النظراء حسب طرفك ولكن يفتقد الحاجات كثيرة من الهندس لا يوجد إشراف على المكات المهندسية حتى يطبقون المعايير أو يطبقون الشي الصح في المخططات الهندسية عندهم يعني هذا السوق الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية فيما يتعلق بالوظائف الهندسية تراه أن السوق ضعيف؟ ضعيف جدا إذا ما دخلوا فيه الشباب السعوديين والمصممات والمصممين ما راح يتطور من المنتج طح إذا كان هذا الحديث أستاذ عبد العزيز يعني يفند ونرى الواقع ونرى الفلل ونرى كيف تبنى بعض الأحياء المناطق نرى ضعف بلا شك ونرى مشاريع أحيانا قد تكون ركيكة فبالتالي إذا كان يبحثون عن خبرة وبالتالي الخبراء لديهم هذه أعمالهم ومخرجاتهم ألا ترى أنه في كثير من الناس يقول لك لا والله النسوق ما هي احترافية وبالتالي أصحاب المنشآت يبحثون عن العامل الأرخص الذي سيعطيك جودة أرخص طبعا نعم أنا أتفق معك في هذا الجانب البحث عن المنتج الرخيص أدى إلى عدم ظهور هذه الكفاءات نحن فوجينا مثل ما ذكر أخونا الأستاذ عبد الكريم في جريدة عكاظ بمخرجات وطنية رائعة جدا من الكوادر تصاميم رائعة أنا شخصيا ذهلت من بناتنا العزيزات المصممات والمهندسات على هذه المخرجات كفاءات وطنية لابد ومن واجبنا في رؤية 2030 أن نكون نحن أساس احتضان هذه الكفاءات كفاءات مبدعة جدا كفاءات لا تفتقر إلى الكفاءة والجودة بل إنها أعلى مما هو موجود حاليا في سوق العمل طب لأش ما يوظفونهم قد يكون الاحتجاج بموضوع المبلغ المالي اللي أنا أدفع ورغم أنه لو أنا نظرت لها بمنظور آخر لو وجدت أنه المبلغ المالي والكفاءة سأصرفها في الوطن وستعطيني منتج عالي الجودة منتج رائع جدا وضع العقبات أمام الشباب أنا أطالب بإزارة هذه العقبات موضوع الخبرة ليس سند قد تستطيع الفتاة المصممة أن تصمم من منزلها وتعطينا مخرج جيد لهذا جيد فيما يتعلق بالمردود الاقتصادي وهذا الحديث حسن يعني أنت عارف سوق العقار وعارف سوق المقاولات والأرباح الكبيرة هل فعلا هذا معوق أنه والله الشركات تبحث عن أقل جودة كمهندسين أجيبهم من الخارج أعطي ثلاثة ألاف ألا أربعة ألاف ريال وينبسط وبالتالي السعودي سيأخذ سعر العمل فيما يتعلق السعر الاحترافي أنت تشوف أنه سوق مربح أنه يجب أن يكون هناك رواتب في تحفيز للسعوديين بشكل أكبر يعطني هذا السوق مالي أنت كيف تنظر إليه؟ السوق مربح جدا السوق العقار مربح جدا ولو دخلوا فيه عنصر الشباب وتطوير المنتج اللي ينتجون في العقار مع التصاميم والديكورات العديثة والجديدة راح يكون مربح أكثر حيستفيد المطور أكثر من صاميم جديدة ومن ديكورات ومن يواكب العصر الحديث ما يديكور عادي الآن هو أغلب المنتجات اللي عندنا تصميم واحد التجوا على تصميم واحد نفس الشكل ونفس التصميم ينتقل على كذا منتج وما يشين على الطريقة هذه لا فيه انتاجية ولا فيه زيادة ولا فيه حتى تطويرها ولو أنه مدخل الشباب هذا يعطوهم فرصة نعم لو تدخلت حتى جهت من الدولة لو تدخلوا شرط الخبرة هذا يتلغي من جميع الوظائف لأن أنا متخرج من الجامعة من فين يجب خبرة إذا أنت رفضت وانا رفضت وغير رفضت ما يدرجي خبرة فلو نافض شرط الخبرة واستبدله بشرط التدريب المدى معدل ثلاثة شهر ستة شهر ومدر التدريب يطورونه يستفيدون منه طيب أستاذ عبد العزيز ماذا يحتاج السوق لهذا الحلول يعني إحنا اليوم عندنا 120 حتى على حسب أرقامكم 120 مهندسة سعودية ويمكن العدد أكبر بالنسبة للطائف ولكن هذول اللي قدموا على الوظيف على الوظيفة واحدة صحيح؟ نعم إيش الحلول عشان تضفونها البنات بدل العمالة الضعيفة الموجودة لدى هذه المؤسسات يعني بحكم خبرتك لابد من تطبيق القوانين والنظام وزارة العامل لها دور الهيئة السعودية للمهندسين لابد أن يبرز دورها ليس فقط إعلاميا الشباب هؤلاء يحتاجون مننا وقفة جادة نحن أولى بأبنائنا قدمنا هذه المبادرة في شركتنا لاحتضان هذه الكوادر وجدنا تصاميم رائعة جدا ديزاين لا يلع عليه في التصاميم المتضرر من هذا الموضوع ليس فقط للفتيات المهندسات والمصاميمات الديكور إنما حتى الشباب المهندسين السعوديين لماذا أحتضن أنا للوافد وأضع عقبة الخبرة أمام أبناء الوطن نحن نرى أنه لابد من تطبيق النظام بقوة كم الراتب الموجودة بالنسبة للوافدين وكم راتب السعودي قطاع المقاولات الشركات يتدرج الشركات تضع رواتب متدنية لكي تعوض موضوع مقابل مالي وضرائب أو شيء من هذا القبيل التي تدعي أنه موجود المهندس السعودي هذا العمال الأجنبية نعم العمال الأجنبية تتقاضى رواتب ما بين الخمسة ألاف إلى ثماني ألاف كمصمم هذا لمن يصلعون البنية التحتية البنية التحتية عندما أحضر أنا مصممة سعودية وأتكلم عنه أنه لن تتقاضى إلا ثلاثة ألاف ريال الكراتب مبدئي وأضع أمامها العقبات والخبرة لماذا لا أقانن؟ الآن المهندسين السعوديين رواتهم أقل من المهندسين أقل من المهندسين موجودة في السوق نعم موجودة في المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية بل تضع العقبات يعني موضوع اشتراط الخبرة هذا يا أخي الكريم ليس حجة إنما هي عقبة إضرار بالمهندسين المصممات الشباب السعوديين يعني كل هذه التعقيدات على المهندس السعودي أنا توقعت أن المهندس سعودي ربما يكون أكثر تكلفة وقد يكون أكثر جودة ولكن يمكن جشع فيما يتعلق بمسألة إحضار عامل وافد يستمران تبقى أقل فبتل لأنه إحنا نتكلم على سوق بنية تحتية المفترض أنه أفضل الكفاءات تكون على هذه الوظيفة أهم نقطة نعم هذا أهم نقطة أساس أنت أسس ولكن الملموس من المكاتب الهندسية أحيانا توحيلك بأن اللي يدير المكاتب هذه هم العمال وافد تحصل من مكتب فيه مهندس وجاء من النفس الجنسية وجالسين محتويين المكتب هذا أحيانا وحيلك كذا يشكك في نفسك أن المكتب هذا خاص فيه لأنك ما تجي تدخل على المكاتب المندسية إلا ما راح تلقى المندس السعودي أو صار المكتب موجود هو اللي يمشرف على التخطيط والتوقيع ولا تحصل لنفس المندسين هم اللي ماسك المكاتب في عملك خلال في التثمين العقاري أكيد أنك شاهدت العديد من المنتجات العقارية المنتجات اللي يكون فيها إبداعية اللي يكون طبعا تصميمها مختلفة كيف تعطينا نسبتها؟ أنا أدري أنا أدري خمسة بالمئة من الموجود في الطائف؟ من الموجود في الطائف وجميع الطائف يعني نقيم في كل مدينة طائف جدا في الرياض أنت لا يمكن أن تحصل شيء يبدع في التصميم لأنه لا يوجد نظرة الناس له ولا أعطوا الفرصة للشباب ولو واحد من التجار المستثمرين أبدع فيه نموذج يبدع في نموذج واحد يشوف الفرق والله هذه أشكاليات أتمنى أن كل الجهات ذات العلاقة أنها تلتفت لها خصوصا أن هناك تشوهات كبيرة في هذا السوف نحن نتحدث مع متخصصين نوعية الوظيفة بالنسبة للسعوديين أيضا تجويدها تطويرها على عجالة أستاذ عبد العزيز التصميم الهندسي وإبداعات الديكور الهندسة المعمارية والمدنية مجال واعد ومفتوح للمهندسين السعوديين تطويرها يقع علينا نحن كتبني هؤلاء نحن مسؤولين الشركات مؤسسات المقاولات الشركات العاملة في الميدان علينا احتضان هذه الكوادر بل إنه واجبنا شكرا جزيلا لحضركما طبعا أبدأ بالشكر للأستاذ عبد العزيز الثبيتي وأنت رئيس لجنة المقاولين في الطائف أيضا أشكر بالأستودي الأستاذ حسن بن سعد الله ثبيتي وأنت نائب رئيس اللجنة العقرية ونجنة التثميم بالطائف كما أشكر أيضا كاتب الخبر ضيفنا كان هاتفية من الرياض الأستاذ عبد الكريم الديابي وهو مدير مكتب جريدة عكاب بالطائف الشكر الأكبر والأعظم لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية ومشاهدي برنامج الراصد نلتقيكم غدا على خير الله يحفظكم في مان الله اشتركوا في القناة